درسنا النهاردة ان شاء الله عن الدلة الخطية هنتكلم عن 3 حاجات عن الجزء المقطوع من محور الصادات وعن الميل وعن درجة الدلة الخطية الجزء المقطوع من محور الصادات عايزين نلاحظ في الرسومات البيانية اللي جاية الخط المستقيم اللي بيمثل الدلة الخطية قطع قد ايه من محور الصادات عايزك تلاحظ حاجتين في الرسومات اللي جاية عايزك تلاحظ الحد المطلق اللي هو العدد سالب 5 هنا كاتبه باللون الاحمر وتلاحظ الجزء المقطوع من محور الصادات هتلاقيه برضو سالب 5 في الشكل البياني التاني لاحظ الحد المطلق اللي هو العدد سالب 4 ولاحظ الجزء للخط المستقيم اللي بيمثل الدلة الخطية قطعه من محور الصادات هنجده سالب 4 ايضا وهكذا في الرسوم التالية هنا في الدلة دي ما فيش حد مطلق يعني الحد المطلق بيساوي سفر ولذلك الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي سفر يبقى كده الخط المستقيم هنا هيمر بنقطة الأصل يبقى كده أول معلومة عرفناها النهاردة عن الدلة الخطية ان الحد المطلق اللي هو العدد اللي بيكون في الدلة بيكون هو الجزء المقطوع من محور الصادات في الرسم الباني طيب عايزين نعرف دلوقتي الدلة الخطية بتبقى من الدرجة الكام احنا سبق ان احنا عرفنا قبل كده ان الدلة السبتة كانت من الدرجة السفرية دلوقتي تعالى نشوفوا بعض الأمثلة ونشوفوا من الدلة الخطية من الدرجة الكام دلة سين بيساوي سالب سين زائد 5 عايزين نشوف أعلى قص للرمز سين قص كام طبعا هنا طالما القص مش مكتوب يبقى هو قص واحد يبقى أعلى قص هنا للسين سين قص واحد يبقى دي من الدرجة الأولى نفس الكلام في تاني وتالت مثال أعلى قص للرمز سين هو واحد يبقى كده الدلة الخطية من الدرجة الكام الدلة الخطية من الدرجة الأولى هنتكلم دلوقتي عن الميل والميل له ثلاث طرق نوجده بيها طبعا الثلاث طرق دول الحلول بتاعتهم كلهم بتبقى زي بعض في الطريقة الجبرية لازم نعرف القانون ده بيكون بدلالة نقطتين بنوجد الميل بدلالة نقطتين بيحققوا الخط المستقيم فالقانون بيقول الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات طبعا كلمة فرق يعني طر أول مثال مديني الزوجين المرتبين الزوج المرتب 0.3 والزوج المرتب سالب 2 وسالب 1 دول طبعا نقطتين بيحققوا المستقيم وعايزني أوجد الميل بدلالة النقطتين دول أول حاجة هكتب القانون اللي هو الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات وهبدأ أطرح فرق الصادات 3 ناقص سالب 1 على فرق السينات سفر ناقص سالب 2 وطبعا لازم أجيب الفرق بنفس الترتيب يعني لو جبت فرق الصادات بتاع النقطة الأولى ناقص النقطة التانية يبقى أجيب برضو فرق السينات بتاع النقطة الأولى ناقص النقطة التانية لكن لو جبت فرق الصادات بتاع النقطة التانية ناقص النقطة الأولى يبقى زيها أجيب فرق السينات بتاع النقطة التانية برضو ناقص النقطة الأولى طبعا الأقواص مهمة جدا خصوصا لما بيكون العدد بالسالب وطبعا احنا عارفين قعدة الإشارات اللي هي سالب في سالب بموجب أول حاجة هننزل التلاتة ودي سالف في سالب بموجب يبقى موجب واحد بالنسبة للمقام سفر ينزل وسالف في سالب بموجب ويبقى اتنين تلاتة زائد واحد اربعة وصفر زائد اتنين يبقى اتنين يبقى الميل بيساوى اربعة اللي اتنين فيها اللي اتنين تعالوا نعرف دلوقتي إيجاد الميل من الرسم البياني بنرسم مسلس قائم الزاوية بحيث يكون وطره على الخط المستقيم والمسلس ده طبعا بيبقى لود العيق قائمة وابدى اقسم طول الدلع اللي بيوازي محور الصادات على طول الدلع اللي بيوازي محور السينات يبقى كده هنقسم اربعة اللي اتنين فيها اللي اتنين يبقى طلع الميل بيساوي اتنين برضو زي الطريقة الجبرية تالت طريقة سهلة جدا الميل اللي هو معامل السين يعني العدد اللي قبل الرمز السين يعني العدد اللي مضروب في الرمز السين اللي هو طبعا اتنين بكده عرفنا ان التلات طرق طلع فيهم الميل بيساوي اتنين نشوف مثال تاني بيقول اوجد الميل واعطيني زوجين مرتبين اللي هما الزوج المرتب واحد وتلاتة والزوج المرتب سفر وسالب اتنين وطبعا النقطتين دول واقعين على الخط المستقيم وطبعا بيحققوا الخط المستقيم عرفنا ان الميل القانون بتاعه بيساوي فرق الصادات على فرق السينات وكلمة فرق يعني طرح هنا هطرح الاحداث الصادي بتاع النقطة الاولى اللي هو ثلاثة ناقص الاحداث الصادي بتاع النقطة التانية اللي هو سالب اتنين يبقى البسط تلاتة ناقص سالب اتنين وزي ما عملت في البسط هعمل في المقام هجيب بقى فرق السينات هطرح الاحداث الصيني بتاع النقطة الاولى ناقص الاحداث الصيني بتاع النقطة التانية هيبقى المقام واحد ناقص سفر هننزل التلاتة سالب في سالب بموجب يبقى ثلاثة زائد اتنين بخمسة والمقام 1 نقص 0 ب1 يبقى 5 على 1 ب5 يبقى الميل بيساوي 5 عايزين نوجد الميل من الرسم البياني هنرسم مسلس قائم الزاوية بحيث يكون وطره بيقع على الخط المستقيم وبنختار ان الوطر يصل بالنقطتين بيكون احداثيات السين والصاد بطاعهم اعداد صحيحة عشان يبقى سهل في الحل وطبعا بنبعد عن الكسور هنقسم طول دلع القائمة اللي بيوازي محور الصادات على طول دلع القائمة اللي بيوازي محور السينات هيبقى 5 على 1 فيها الخمسة وطبعا هنا اهم حاجة الاشارة هتكون اشارة موجبة لان الخط المستقيم عامل زاوية حدة مع محور السينات اما لو كانت الزاوية منفرجة مع محور السينات هتبقى الاشارة بالسالب تالت طريقة اسهل طريقة الميل هو معامل السين يعني العدد اللي مضروب في الرمز السين اللي هو العدد اللي قبل السين على طول اللي هو خمسة اخر مثال اوجد الميل بدلالة النقطتين سالب 1 و 3 و 0 و 1 طبعا النقطتين دول بيحققوا الخط المستقيم مواقعين عليه واحنا عايزين ميل الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطتين دول اول حاجة الميل بيساوي فرق الصدات على فرق السينات يبقى هنطرح 3 ناقص 1 على فرق السينات اللي هو سالب 1 ناقص 0 يبقى البسط 3 ناقص 1 ب 2 والمقام سالب 1 ناقص 0 يبقى هي هي السالب 1 مجبع السالب فيها السالب عشان الاشارتين مختلفين و 2 على الواحد فيها الاتنين الطريقة البانية هنرسم مسلس بحيث يكون وطره بيصل بين اي نقطتين على الخط المستقيم وقلنا ان هو يفضل ان يكون احداثيات النقطتين دول اعداد صحيحة وبعدين هنقسم طول دلع القائمة اللي بيوازي محور السينات وما ننساش هنا ان الميل هيطلع بالسالب لان الخط المستقيم عامل زاوية منفرجة مع محور السينات يبقى سالب 6 على 3 فيها الاتنين يبقى سالب 2 اخر طريقة للميل اللي هو معامل السين اللي هو سالب 2 بكده يبقى احنا النهاردة عرفنا ان درجة الدلة الخطية هي الدرجة الاولى وان ميل القط المستقيم بيساوي فرق الصادات على فرق السينات وان الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الحد المطلق في الدل موسيقى اشتركوا في القناة